هذا ودأبت المملكة العربية السعودية على مدار مئة عام على خدمة حجاج بيت الله الحرام بالتطوير المستمر على مستوى مختلف الخدمات بما فيها المرافق والطرق ومنظومة النقل نعم حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين خدمتهم المملكة العربية السعودية منذ عام 1390 للهجرة وحتى العام الماضي أكثر من 100 مليون حاج رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء سطرتها المملكة العربية السعودية على صفحات التاريخ بمداد من الإيمان والعزيمة حيث تقمل المملكة عامها المئة في خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعتمريها على مدى مئة عام أولت المملكة العربية السعودية رعاية خاصة للحرمين الشريفين وحرصت على توسعتهما وتطويرهما لاستيعاب المزيد من ضيوف الرحمن حيث عملت على توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين من تسهيلات في النقل والسكن والرعاية الصحية إلى برامج ثقافية ودينية تثري تجربتهم الروحية كما شهد الحرم المكي والحرم النبوي توسعات ضخمة على مدار العقود الماضية زادت من قدرتهما على استيعاب المزيد من المصلين والحجاج في ظل حرص المملكة على تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة من شبكات الطرق والمواصلات إلى الفنادق والمرافق الصحية لتوفير رحلة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن إن رحلة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تجسد حرصها الدائم على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين